هذا وشهدت أروقت الاتحاد الأفريقي نشاطا مكثفا لمصر على هامش أعمال القمة السابعة والثلاثين حيث عقد السفير حمد لوزا نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية ورئيس الوافد المصري عددا من اللقاءات الثنائية تناولت أولويات إقليم شمال الأفريقية خلال رئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2024-2025 وتطورات السلم والأمن في دول الجوار وفي منطقتين الساحل والقرن الأفريقي فضلا عن تناول التعاون القائم بين مصر والمنظمات الإقليمية والشركاء الدوليين لدفع مجلة التنمية والسلم والأمن في القارة الإفريقية كما ركزت نقاشاته بشكل خاص على تطورات في دولة الصمال الشقيقة وسبل دعم سيادتها ووحدة أراضيها ترجمة نانسي قنقر